في أول محكمة من نوعها شمال شرق سوريا بدأت محاكم الإدارة الذاتية الخاصة بإجراءات محاكمة المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي حيث أحيل مئات المحتجزين إلى محكمة الدفاع عن الشعب في مدينة القامشلي صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن القاضي خالد علي الإداري بديوان مجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية أن المحكمة تنظر في دعاوي 900 مشتبه بتهمة القتال والارتباط بتنظيم داعش الإرهابي وفق القوانين المحلية الصادرة عن المجلس التشريعي علي أشار إلى أن قسم كبير من المحتجزين ليس لديهم ثبوتيات شخصية موضحا أنهم يستعينون بالقانون السوري عند الحاجة لمادة قانونية تنص على معاقبة الجرم المرتكب بحسب المرسوم الصادر عن الإدارة الذاتية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت قد أعلنت عفوا عاما السبت الماضي غير أن العفو لا يشمل القياديين في التنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش ومن المقرر أن تنظر الدوائر القضائية والمحاكم الخاصة بقضايا الإرهاب في دعاوى 12 ألف محتجز وتأتي هذه الإجراءات بعدما أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سراح كل الذين انتهت استجواباتهم ولم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عمل إرهابي وفق التشريعات المحلية النظمة وتطالب الإدارة الذاتية بإنشاء ودعم محكمة دولية لمحاكمة آلاف السوريين وغيرهم من الجنسيات الأجنبية المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي على الأراضي السورية التي شهدت ارتكاب الجرائم فيها لوجود الشهود والأدل شكرا